اشتركوا في القناة في التاسع عام العمر بدأت أدرس مع سيرك للشباب في لندن في المركز الوطني لفنون السيرك أخذتني والدتي إلى هناك لأنني كنت ديكليكسيكيا ولم أكن أعرف القراءة والكتابة كنت بحاجة لشيء لاستعمال طاقة وبالفعل حان الوقت للذهاب إلى المدرسة هنا في المركز الوطني لفنون السيرك يقوم المتدربان على الألعاب البهلوانية بتحسين تقنياتهما الرقص الهوائي عجلة السير قذف الكرات فن القفز مرة أخرى ومرة ومرة أخرى وقد تم الاعتراف بالمركز الذي أسس في عام 1989 كمؤسسة وطنية في آذار مارس الماضي ما يدل على الأهمية المتزايدة لفنون السيرك البريطانية في الأصل السيرك فن بريطاني ولكن في السنوات الأخيرة استحولت بلدان أخرى على الأضواء فرأينا آداء مميزا في فرنسا وكندا وأستراليا وحان الوقت لكي يتصدر السيرك البريطاني خشبة المسرح في بريطانيا تحت مهنة الفنان المتجول باحترام متزايد هذا العام وللمرة الأولى يقترح مهرجان أدنبوغ وهو أحد الأحداث الثقافية الأكثر أهمية في إسكنتلندا فنون السيرك في برنامجه أما هنا في مهرجان أودربانك في لانتن فنحن لنرى سوى التهريج فشون مثلا مدير فرقة لاعبية الخفاس ماشيد يريد الابتعاد عن الصور النمطية هذا العرض يتحدث عن العلاقة بين الرجل والمرأة والرغبة ورغبة في إظهار النفس وهناك أيضا جانب مظلم أعتقد أن السيرك يحاول أكثر فأكثر العمل خارج فقاعة السيرك ما لقي إعجاب الجمهور إنه لشيء رائع لأنه وسيلة لإعادة إحياء السيرك أنا لم أرى قط سيركا كهذا عود إلى المركز الوطني لفنون السيرك حيث يواصل الطلاب التنوب على دروس التمثيل والتدريب البدني فبعد تكوينهم سيذهب معظم هؤلاء البهلوينيين للعمل في الخارج لكن فرقا جديدة بدأت تظهر في بريطانيا على أمل إنشاء سيرك بريطاني كسيرك دوسولي الشهير يوما ما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر